السلام عليكم ورحمة الله كيفكن حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير وصفتنا اليوم بعد ان شاء الله الكريب مبدئيا هنجيب خلاط ونحط بقلبه ثلاث بيضات مع السفار هنضيف عليهم معلقتين من السكر العادي معلقتين طعام هنضيف عليهم فانيليا زرفان هنضيف عليهم زيت ابيض يعني زيت نباتي هنضيف عليهم خمس معلق طعام متل مشايفين وفيكن كمان تحطوا كل هالمواد بزبدية وبمعلقة تحركوهن يعني مشرط يكون الخلاط هنضيف عليهم اربع كاسات كاسات شرب طبعا من المي مي عادية اربع كاسات هنسكرهم ونخلطهم شغلة تلات دقايق مو اكتر وبعد ما هنخلطهم ونتأكد انه المواد اختلطت وتجانست مع بعض رح نفتح ونضيف عليهم اه الاطحين هنضيف عليهم ان المعيار ثلاث كاسات ونص مبدئيا هنضيف عليهم بس كاستين اول شي هنحط الكاستين نفس الكوب المعياري اللي استخدمنا على المي ونرجع نضغط الغطاء كمان نخلطهم وبعد ما خلطناهم هن هنحط هلأ الكاسة اللي ضلت معنا الكاسة والنص يعني ضفنا كاستين وهلأ كاسة ونص هنضيف نفس الكوب المعياري ونخلط طبعا انا عمقلكم عمراحل مشان اه تاخدوا قوام متجانس وما فيه تكتلات نخلطهم كمان شي دقيقتين لتلاتة وهيك بكون القوام جاهز معنا تبع الكريب هنشره يرتاح شوي ونرجع نشتغل فيه بهذا القوام بدي يكون الكريب معكن وبعد ما ارتاح معنا الخليط بعد عشر دقايق رح نقسم الخليط اه منجيب واعتين او زبديتين المتوفر عنكن ونقسم الخليط بربع وثلاثة ربع لاني بدي خرج لون تاني فمناخد ربع بس منه وثلاثة ربع عم نخليون زي ما شايفين هيك بالظبط هلا هنجيب الكاكاو او الميلو اللي متوفر عنكن هنضيف ثلاث معالي ثلاث معالي اكبر على الربع اللي اسمناه ومنمزجه زي ما شايفين لي حتى يطلع معنا قوام بالني وغامي او شوكولاق هنجيب انينة زي ما شايفين صغيرة طبعا المتوفرة عنكن ونفقه بالغطة طبعا ونضيف الربع اللي خلطناه بالكاكاو او نديره بقلب الانينة هنعبل الانينة مثل ما شايفين بالربع اللي عملناها كاكاو ونجه زي ما شايفين هيك ونخليه على جناب مباشرة من نشغل تحت ايواء او اللاية النار ونبلش نحضر بالكريب مبدئيا رح ندهن اللاية او الطواي اللي معنا بالزيت زيت نباتي خفيف ونسوي دواير هيك عشوائية من كريب الشوكولا او الخليط اللي عملنا على شوكولا طبعا هي تغيير شكل بالكريب ومنظر حلو وطعمة طيبة ان شاء الله طبعا هون النور هتكون وسط شايفين مجرد ما نشغت معنا واخدت لون اغمع من لون الطبيعي مباشرة هون شو بنعمل بناخد بالكفكير ومنضيف فوقه الخليط الابيض اللي كان معنا هن الخليطين من نفس المواد ولكن عمل منغيير لوني شوي في هون وشكل وزي ما قالت لكم النار بده تكون وسط مندورها بهذا الشكل تيطلع معنا قرص ومنخليها على نار وساط تحبتها تنشف بهذا الشكل ومنقلبها على الوجه التاني الوجه هذا اللي قلبته انا لازم يكون معنا شوي فاتح والوجه التاني لازم نحمره شوي وبعد ما يتحمل معنا بهذا الشكل هاد اللي شايفينه تكون جهزت معنا من شيله على جنب ومنكمل تحضير باقي المكون كله نفس الطريقة ونفس الخطوات منضيف بشكل عشوائي دواير نحط الخليط الابيض نخلي النار وساط لحتى تنشف معنا بهالشكل اللي شايفينه هاد منقلب ونحمر الطرف التاني مباشرة من شيله هيك تتخلص ان شاء الله معنا الكمية طريقة سهلة ما فيها شي ابدا وتغيير زي ما قلت لكم بعد ما خلصت معي كلي الكمية انا اللي لونين هلا زاد معي شوي تشوكو رح اعمل الكريب اللي متل الشبك نعمل دواير عشوائية زي ما اول ما بلشت والدواير عارضه طول يعني نعملها متل الشبك تقريبا متل ما شايفين هيك نعمل خطوط روحها جيه ودواير تحت اطلع معنا اه متل الخليط او متل شكل الشبك مجرد ما عم ينشف معنا متل ما شايفين مباشرة منشيل ومنقلبه على الجنب التاني طبعا ريحتها وقوامها ما بقل لكم ادي ريحتها زاكية وهلا ان شاء الله اذا جربتوها رح تعجبكن ان شاء الله طعمتها كمان كتير زاكية والحالة طبعا فيكن اضيفوها كيفكن بتزيدوا او بتقللوا شايفين ما شاء الله جهزة معي منظرة حلو هذا ان احنا بنبقى بنحشيه او يعني له حشوات خاصة بنكمل باقي الكمية هلا بالشكل اللي شايفين والعشوائية واي شي بتحبوه يعني تساوي الشكل اللي بتكون يا ان شاء الله بيطلع معكن بايسر امر شايفين حبايبي نشفت معنا بنقلب الوجه التاني فيكن تعملوا منه كمان ابيض يعني مو بس هاد اللون هيك هيك بتكون خلصها تكل الكمية معنا طبعا بس تخلص الكمية لنكون محضرين شقفة اه ونسكر فيها او نغلب فيها اللي كريب اللي تطلع معنا مشان يضل طريق وقوامه هاش ولين متل مشايفين ويكون رقيق معنا مشان هيك لا تكتروا بالكفكير لما بتديروا فوق الشوكولات ماشاء الله شايفين قوامه وتخرجت لكمية منيحة يعني من الكريب وهذا كمان الكريب بالشباك كمان كمان يعني لين وطريق وقوامه كتير ممتاز ويعيني يعيني عن ريحة اللي عم تطلع منن لا تنسوا تغلفوهم بعد ما تخرجوهم من القلعي مشان يضلوا طرايا هيك معكن هيدا نستخدمه اما من غلب فيه الكريب بالقطعة السادة او هو نفسه له حشوة خاصة ان شاء الله بنعملها معكن بعدين ولا بعد ما الكمية جهزة ما يخلصت مباشرة حروح انا وياكن على التقديم وهيدا شكله النهائي الكريب هيدا الكريب له عدة حشوات انتو بتستخدموها باللي بناسبكن شايفين شكله وخرجنا منه كذا شكل يعني تغيير شكل وتغيير شوي بحبوها يعني الاطفال كتير ولكبار كمان شايفين شكله وريحتها عن جد روعة وبتشاهي يعني تغيير عن الكريب المألوف طبعا انا ما رح احشيها الحشوات اختيارية احنا منحشي الكريب شوكولات عسل دانت اشطا فريز موز المتوفر شوكولات يعني منحشيها بحشوات متعددة وهيدا الكريب الشبك كمان منحشي اول طبعة اشطا نحط فوق الموز بعدين منحط النستلة وبعدين منغلفة بقطعة تانية شبك وبتتاكل بالشوكة بتطوى تقطيع وبتتاكل بالشوكة هيدا الدانت عفوا الكريب الشبك اما الكريب العادي السادة اللي عليه خطوط بنية لعب نحشي حشوات مشكلة ومنغفو هيك متل الساندويش وبياكلوه هدا هو شكله النهائي بتمنى يعجبكن وتطبقوها لهالوصفة سهلة موادة متوفرة بكل بيت وان شاء الله بتعجبكن شايفين كتير طرية وبتمشي معك بكل رياحة فينا نشتغل مننا عدة وصفات وهلا عادي كانت وصفتي لليوم معكن وخلصت وبشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وانا عجبكن الفيديو لا تنسوني باللايك والشير وسبسكرايب ودعواتكن بأمان الله ترجمة نانسي قنقر